نوري منورة إن شاء الله حياتكم في أمن و أمان بإذن الرحمن سنتابعوا السلسلة الإيجو والألعاب دياله وكيفهش أنه يحمي راسه عن طريق ميكانيزمات وعن طريق ماسكات وعن طريق أفعال قبل ما ندخلكم بقصة أخرى سنتطلب منكم أنكم تبارتاشي وأنكم تايكي وأنكم تعلقوا طاقة مقابل طاقة لإلا الله تبعانكم ما شاء الله كتستبدوا من هذه القصص الإيجو وهدو كي تعطف أكبر الدورات بأثمان خيالية لأن الإيجو مش سهل باش يتفهم أنا اليوم كان فيل غارزة لانفورماس شنو مانيتها كان بسط لكم المعلومة الأقصى درجة باش تعرفوا الدات الدنيا اللي كان قولوا لها الإيجو كيفاش كتتصرف معنا حاليا ومم خلياناش نعيشوا حقيقتنا مع الروح ألو القصة كالتالي محادثة ما بيني وابين عميلة من العملاء اللي الإيجو ديالها يعني بغيمو بغيمو هالكا بغيمو عندها مشكلة في العلاقات ومن بين مشكلة في العلاقات هو ما كتعرفش تتعامل مع الناس في العلاقات وغنقول لكم مشكلة مني كتجع لأن الإيجو كيحكم والإيجو كيدير سوء الضن وهنا اللي غدي نفهمو أصرها الإيجو رابقة كيدير القصة شنو كانس قلت لي رجل أختي راه مريض قلت لها صونيتي على أختك باش تشوفي واش رجل أختك مالو تقولي لهم يكون باس وإن شاء الله بالنور والشفاء والتشافي بالنرحمن قلت لي أه هي ما كتردش وما كتت لا قلت لي ما كتبغيش ترد هدرا هدرا سوءضان أوكي علش كتلها سوءضان قلت لها وقد ننسو قال قلت لها واش فيت صونيتي عليهاو مارداتش ولي قلت لي لا صونيتي عليها واختي اخرين وما رداتش آى وانتي صونيتي عليها لا ولا ورغت دلي بحال خوتي لا كل واحد الطاقة دياله وكل واحد وردات الفعل دياله كل واحد كل واحد التوازن و كل واحد الوعي ترى التعمام التعمام من صفة الإيغو و من ميكانيزمات الإيغو تحكم الحكم تحكم على شيء بالباطل و سوق الظن من علامات الإيغو أوسي لأن الروح الحقيقية لا تحكم لا تسوق الظن لأن عندما تتعذر الناس لأنها لا تحكم ثم قلت لها اخذي التليفون و صوني على أختك و شوفي مريضة و دعي معها و كن قلبك اه و راح تايلا بغيت نصوني عليها اراها ما غا ترد و قلت لها اوكي و مبعد شنو قلت لي قلت لي دبا غان مشي نصوني عليها و دبا تشوفي شنو قلت لي و غان نصوني عليها و غا تردش عليها قلت لها بان سوريا مشيتي بهذا الطاقة و بهذا الانتقام للداخل ديالك و بهذا الكره اللي انتهزت من الايغو و بهذا الطريقة باش تقيدك الايغو اكيد انك مني ستصوني عليها لانك عندك برمجة مسبقة من الوعي الجمعي اللي هي العائلة ديالك و اخوتك انا دك سيدة ما كتردش على تواحد اوكي ماني لك انتقتي مغايرة و بدلت النفس ديالي و بدلت العقلية ديالي و برمجتها و متبعتش البندون و نوعي الجمعي ديالخوتي و قلت لا ان شاء الله انا عندي النية انني مني هنصوني عليها نيتيش نهي هي انني نسول فيها و نسول في رجلها و فليداتها و نقول لها الله يشافي رجلك اللي كان مريد و نشوف صحتها هي و نشوف صحتها ديالناس كاملة اللي تمها انا دخلة بسلة رحيم انا دخلة بحسنية انا دخلة بالحب انا غدا نصوني بالحب ولكن للأسف هاد سيدة هدي ما دخلاش تصوني بالحب لا عندها جروح مع ذاك الاخت عندها طفولة فيها جروح عندها صدمات عندها وعي جمعي و برمجة الوعي جمعي اللي هي العائلة كلها كتحكم على ذاك الاخت انا دخلت مع البندول اللي تقول بها ان ذاك الاخت لا ترد على شيء واحد و من فخم طلع اسمه و لا ترد على شيء واحد و دخلتها بصراحة سبحان الله العادي يمكن حكمه دائما بالغلط اوكي المهم هاد الاخت هاد تلموت ادت من الاخوات كلهم من اخواتها اخرين انها اختت واحد الجانب من الحدود درت حدود ديالها درت الكادر و درت الحدود ديال العلاقة ديالها و انسحبت بزاف من حياتهم و وضعت طيقار هاد طيقار تحكم و تفسر بان هاد الاخت لا ترد على شيء واحد و مبقته واحد يحاول انه يصنع عليها اخذوا واحد الحكم مسبق انها لا ترد عليهم وبما انه كانت طاقة كره و طاقة حسد و طاقة غيره و طاقة غل و طاقة حكم و بزاف بزاف كنين طاقات عند هاد الاخوت هادو اذا اكيد ان ادكسيدة ما تردش عليهم و من حقا انا ما تردش عليهم و لكن هادو شوفوا كيفاش الايغو ما زال كي يسيطر على حياتنا و كيدخلنا في اتفاه الاشياء و العلاقات كنخسرهم على والو و كنقول حكمه و الكاريته هو ان هاد المراهة دير رأسها ضحية هاد العميلة دير رأسها ضحية انا بغير الخير و انا بغير نسول فختي لا انتي ما بغاش الخير لان كون كن قلبك عمر خير كون كن قلبك عمر حب كون كن قلبك عمر تسامح كون كن قلبك عمر بروح الله الحقيقية لا تكون لدي مشكلة مع الأخت لانا ستحس بالطاقة ديرك و ترد عليك بالتليفون و اي مكان اخر ولكن حيث هي حسات وعندها إحساس بأن الطاقة اللي جايها طاقة سلبية الطاقة منخفضة ما غتخدمهاش في ارتقاء الروح ديالها قالوا هي كتبلوكي هذوك النوعية للناس لأنا مبغاتش بدي الحدود ديالها لأن ذاك الحدود هم اللي غادي يحميوها طاقيا ويحميوها نفسيا ويحميوها جسميا ويحميوها عقليا من شر هذك البندول اللي مجموع لها وتيفكر فيها بديك طريقة هذي لذلك هذ القصة غا تلمس الكثير منكم كساسوا انتوما اللي ديرين انتوما اللي ضحية وانتوما اللي عندكم هذ النوعية الإيغو كساسوا الناس ديرين عليكم هذ الشي هذا وكيحكموا عليكم وكيشوفكم بقلب سيء وبقلب أسود وبقلب عمر بإيغو يتحكم ويحكم إيغو عنده سؤدا إيغو عنده تحكم سؤدا نخلينا في هذا الأوديو غير تحكم وسؤدا اوكي نتابهوا هذو كله هذ الشي اللي نعود لكم عليها رتي يغير طاقة دينا رتي يخلينا في أسوأ طاقة السفلية رتي يحجم نجرها من الدنيا رمي يكونوا عندنا لا تجليات ولا بيبنبتوحين هذ الشي رتي يقفل الشكرات السحسنية كاملين شكرا الجيدر شكرا الجنس شكرا الضفيرة الشمسية رتي يعني يكون هذ الشيء كله يتقفل وليس نكونوا في هذه النوعية ديال السلوكيات مع البشر في العلاقات انتبهوا 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 جل طاقة الأنوطة والذكورة بأسماء الله الحسنة الدورة اللي مفتوحة حاليا واللي عميقة جدا واللي كنشرح فيها بأن أكثرية العبادات ما تداروش حوض البشر العبادات الحقيقية مع البشر هي العلاقات أنك تكون متسامح كتعرف شنوه معنية الصفح العفو معنية حسن الطن معنية الكرام معنية هاتشي كله يقدر بتوازن بدون إهدار طاقة لأنه مهم جدا العلاقات مهم جدا جدا العلاقات في ارتقاء ذا الروح ليس مهم العبادات ناس غلطين ناس قلبين بكشب المقلوب العبادات مهمة لك أنت بوحدك ولكن لك ارتقاء الروح في الكون وفي الأرض العلاقات مهمة جدا كيفاش نحكم على العلاقات كيفاش عندنا الضلم بالعلاقات كيفاش نحفروا للناس ليس غير لدينا سؤال نحن راكي الحفير نحن راكي الحياة لذلك المخصون الذين كنكرهوا نحن راكي نطيرها من الأرض يموت أحد المثلين بالغدايد يعني كين الغل وحاقنت وانتقام وحسد وكره ولؤم ما سأقول لكم واو واو هاتش هذا يقفل شكرة القلب نهائيا يعني يحتصر ينتقم عندكم ومعنش هذه العميلة نهائيا ومشكلة اللي ستحصل من بعد النتيجة لهذا القفل ذات الشكرات هي الأمراض يعني الشكرات مرتبطة بالجسم المادي وغيكتر لها الأمراض في الجسم وهي ما ستوعاش سيحسب لها غس سيحسب لها المرض عادي لا 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 الحصول لها مرتبطة بالجسم المدهجة ومعنش هذه الوقت ستحصل لها كثير من الأشياء ومن المشاعر تجاه داتنا والناس وخاصة تجاه الناس اذا كانت تجاه داتك شغلك مع رأسك بالعبادات ستصفيها تقديدك الشيء ولكن تجاه الناس خطير جدا خطير جدا يا ربي كون المساج وصل كتبوا لي تحطيها في الباصل اللي تعالى كتبوا لي واشهد القصة هي عندكم حقا ما يمكنش مزكونش غد القصة موجودة في كل بيت وفي كل قلب وفي كل مكان شكرا لكم بزاف تنبغيكم بزاف